أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني أن الأردن سيضع تحت تصرف العراقيين جميع العوامل والخبرات التي تدعم جهود الإعمار وأن دعم العراق يتطلب دعم استقراره أولا جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي اختتمت أعماله اليوم 30 مليار دولار حملتها وعود دولية لإعادة إعمار العراق خلال مؤتمر استضافته الكويت فيما كانت الدولة العراقية تأمل تحصيل تعهدات بنحو 88 مليار دولار الكويت قررت تخصيص مليار دولار على شكل قروض واستثمارات بينما تعهدت السعودية بتخصيص مليار دولار لمشاريع استثمارية و500 مليون دولار إضافية لدعم الصادرات العراقية من جهتها أعلنت تركيا أنها ستخصص 5 مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات بينما قالت بريطانيا أنها ستقدم تسهيلات ائتمانية في مجال الصادرات تصل إلى مليار دولار سنويا ولمدة عشرة أعوام وكان وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسن أعلن من الكويت عن توقيع اتفاقية بين مصرف التجارة الخارجية الأمريكي والعراق لمنح بغداد قروضا بنحو 3 مليارات دولار وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي قالت أن الاتحاد سيقدم 400 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية كما تعهدت منظمات غير حكومية بتقديم 330 مليون دولار على شكل مساعدات أيضا وإلى جانب الدمار الكبير الذي خلفته الحرب على عصابة داعش الإرهابية في الأراضي العراقية فإن النزاع تسبب في نزوح الملايين من العراقيين لا يزال أكثر من مليونين ونصف المليون منهم يقيمون في مخيمات بمناطق مختلفة ومع معاناة الدولة العراقية جراء الحرب على داعش وارتفاع كلفتها إلى جانب تراجع أسعار النفط عالميا تحاول الدولة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية بجذب الاستثمارات حيث يجهد المسؤولون في إقناع الشركات ورجال الأعمال من أنحاء العالم بضخ أموالهم في مشاريع على الأرض العراقية رغم التحدي الكبير الذي يمثله الفساد المستشري بحسب مراقبين وقع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والعمل والزراعة ومدير عام الشركة الوطنية للتشغيل وتدريب مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج تشبيك خرجي برنامج تدريب مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل وتدريب مع برامج الحكومة التمويلية والإقراضية والاستشارية واستعملوا المذكرة على توفير فرص عمل حقيقية مستدامة للخرجين من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات والوسائل الحكومية الإضافية والمجانية المتاحة والمتعلقة ببرامج التدريب المتخصص على الجوانب المالية وإدارة المشاريع المتخصصة والاستشارات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية وتوفير النوافذ التمويلية الميسرة لتمكينهم من إقامة مشاريع انتاجية خاصة بهم بما يتناسب مع ما تم اكتسابه من مهارات التدريب وسيتم تنفيذ المذكرة عبر حزمة متكاملة من التداخلات تبدأ من برامج التدريب المهنية التي توفرها مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية لتشغيل وتدريب بحيث سيتم بشكل موازن استحداث مصاقات ضمن حزم التدريب تتعلق بإدارة المشاريع ومسك دفاتر الحسابات ومتطلبات إقامة وتنفيذ المشاريع بالتعاون مع مركز إرادة وإدخال برامج تدريب مهني جديدة تتوافق ومتطلبات السوق انخفض الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي لعام 2017 بنسبة طفيفة مقارنة مع العام 2016 بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة وأرجع تقرير دائرة الإحصاءات العامة هذا التراجع إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 24% والتي تشكل أهميتها النسبية 86% حيث ساهم هذا القطاع بانخفاض الرقم القياسي الصناعي بما مقداره 1.9 نقطة مئوية في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 13.4% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2% حيث ساهم هذا القطاع بارتفاع الرقم القياسي الصناعي بما مقداره نقطة مئوية كما أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 2.8% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8% حيث ساهم هذا القطاع بارتفاع الرقم القياسي الصناعي بما مقداره 15 جزءا من النقطة أزمة جديدة يعيشها قطاع غزة تتمثل في إضراب عمال النظافة في القطاع الصحي عن العمل احتجاجا عن انقطاع رواتبهم وتدني مستوى الأجور التي يتقاضونها بما يهدد بمخاطر صحية وبئية كبيرة بعيدا عن المعنى الفعلي لما يجب أن تعكسه القطاعات الصحية بفعل الخدمات المتوقعة منها تصطدم خدمات القطاع الصحي الحكومي في غزة بين عكاسات الانقسام مجددا لتحرم ألاف المرضى من طلق العلاجات الضرورية أو إجراء عملياتهم الجراحية نتيجة إضراب عمال النظافة بفعل عدم طلقيهم لمستحقاتهم المالية وبالتالي عدم قدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمات بدنا راتبنا ينتظم كل شهر بشهر وبدنا يرتفع كمان راتبنا لأنه من الأساس هو مش مكفينة مش مكفينة أصلا مش مكفينة 700 شكل مش مكفينة ببالك لما يقطعوا أربع خمس شهور إيش بكون في حالنا يعني حاننا صنعنا متسولين إحنا مدربين عشان فيش مصاري عندي مدارس وعندي روضات يعني أنا مش قادر أدفع لهم يعني فيش أنا راتب إنما فيش كل عمال النظافة فيش لهم راتب مناشد المسؤولين بإعطاء عمار النظافة رواتبهم فورا حتى يعودوا إلى العمل بسبب الإدراب اتوقفت على العمليات اليوم بسبب الإدراب تراكمت الأوساخ في المستشفيات الأزمة المالية عكست مباشرة على الوضع الإنساني للمرضى الذين لم يتبقى لهم خيارات مع عدم قدرتهم على تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية ليبقى خيار انتظار الحل في وجه كميات التلوث المتزايد في المستشفيات هو الوجهة الأخيرة للأسف هذه كارثة كبيرة تحولت غرف المرضى والأقسام بشكل كامل إلى مكرهة صحية بتنا أكثر خشية وقلقا على حياة المرضى المنومين في داخل المستشفيات والذين يتلقون الخدمة في المستشفيات المراكزة الصحية وبالتالي هذه أزمة خانقة تعصف بالعمل الصحي بكم إذن هي تجاذبات السياسية تلقي بظلالها مجددا على الواقع الإنساني في القطاع الذي يبقى رهين استعلاء الفصائل المتخاصمة فوق مصالح العامة مناعك القناة رؤيا غزة فلسطين أعلنت سعودية أنها تعتزم القيامة بخفض أكبر في إنتاجها وصادراتها من النفط الشهر المقبل للحد من الفائض في المخزونات الأمر الذي انعكس على أسعار الخام في وقت تزداد المخاوف فيه حيال الزيادة في الإنتاج الأمريكي المفرط وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة السعودية أن تقلب الأسواق هو مصدر قلق مشترك للمنتجين والمستهلكين على السواء وأن المملكة ملتزمة بالحد من هذا التقلب وخفض عكاساته السلبية وأعلنت أن إنتاج شركة أرامكو من الخام في آذار سيبلغ مئة ألف برميل في اليوم أي أقل من مستوى الإنتاج في شباط وبعد أن سجلت أسعار النفط أرقاما قياسية بلغت مئة وخمسة عشر دولارا للبرميل في 2014 عادت وانهارت إلى أقل من خمسة وثلاثين دولارا مطلع 2016 ولكن مع اتفاق تخفيض الإنتاج ارتفعت الأسعار من معدل أربعة وأربعين دولارا العام 2016 إلى أربعة وخمسين دولارا العام الماضي وإلى نحو سبعين دولارا في كانون الثاني الماضي